أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإذا كانت هناك إشكالية على البيان أو إشكالية على التطبيق فيمكن لكم مراجعتي على الواتساب وأبين لكم بالتفصيل قال وقد تعرض للوحدة شركة فتخصص بالمشهور وكذا المقابل يعني الكثرة طبق بالمصداق تتضح لك المسألة وقد تعرض للوحدة شركة يعني يشاركها يشارك في هذه الوحدة موضوعات متعددة نعم فتخصص بالمشهور يعني كيف نعرف هذه الوحدة الخاصة بموضوعها وكذا المقابل عن الكثرة أقول كأن هذه الفقرة صعبة جدا مبهمة فيقول صاحب الشوارق لهيجي هذا أحسن مقيلة في توجيه المتن في كتاب شرح الشوارق نعم هو شرح للتجريد طبعته مؤسسة إمام الصادق عليه السلام التي يشرف عليها الشيخ السبحاني حفظه الله بعض الأجزاء فقط الإلهيات بالمعنى الأخص لم يجدوه مع الأسف الشديد لا أدري كم طبعة رث مجلدات أو أربعة لكن الإلهيات بالمعنى الأخص يعني الله تعالى وصفاته وأفعله غير موجود وهو الأجمل في الكتاب نعم أقول الذي يفهم من هذا الكلام كأن لعلام الحديث تصحب هذا الأمر أن الوحدة قد تعرض لها الشركة مع غيرها من الوحدات في مفهوم عدم الإنقسام يعني مفهوم مطلق الوحدة لأن الوحدة عدم الإنقسام هي التوحد والشدة وذلك إذا أخذت الوحدات متخصصة بموضوعتها يجب أن تتشخص بموضوع لأن الوحدة مفهوم فلسفة في وجود ربطي أين تتعين؟ تتعين في موضوعها فإن وحدة زيد تشارك وحدة عمر تقول زيد واحد عمر وحد في مفهوم كونها وحدة نعم وحينئذ تتخصص كل وحدة عن الأخرى بما تضاف إليه هذه ليست خاصية الوحدة هذه خاصية كل المفاهيم الفلسفية إذا تكلمنا بالبعد الإيبيستيمي إذا تكلمنا بالبعد الأنتولوجي يعني مقام الثبوت كل الحيثيات لا تتميز إلا بموضوعها بموضوعاتها هذه ليست خاصية للوحدة خذها قاعدة مثل المعلونية أنا معلون وأنت معلون يعني أنا مخلوق وأنت مخلوق اشتركنا في حيثية هي المخلوقية خب هذه المخلوقية كيف تتميز بموضوعها مرة تكون في موضوع أنا مرة تكون في موضوعك هذه ليست خاصية للوحدة خاصية لجميع الحيثيات يعني المعقولات الثانية فإن نعم وحينئذ تتخصص كل وحدة على الأخرى بما تضاف إليه يعني حسب الموضوع فإن وحدة زيد تتخصص عن وحدة عمر بإضافاته إلى زيد والزيد هو المضاف المشهور لأنه واحد بالوحدة نعم والوحدة مضاف حقيقي الوحدة هي المضاف الحقيقي وزيد المضاف المشهور يعني زيد واحد بذاته أم واحد بالوحدة تقول لا واحد بالوحدة الوحدة واحدة بذاتها هذه الإضافة الحقيقية أضفنا الوحدة إلى الوحدة إضافة حقيقية لأنها في إنائها في متنها الصحيح وإذا قلنا زيد واحد زيد اكتسب الوحدة ببركة عدم الإنقسام يعني ببركة الوحدة فتكون وحدته مشهورية نعم نعم وزيد هو المضاف المشهور لأنه واحد بالوحدة يعني اكتسب التوحد بالوحدة والوحدة مضاف حقيقي فإن الوحدة وحدة للواحد والواحد واحد بالوحدة نعم وذات الواحد مضاف مشهوري ذات الوحدة يعني زيد وعمر مضاف مشهوري يعني ذات زيد وعمر وغيرهما فإذا أخذت الوحدة مضافة إلى زيد تخصصت وامتازت عن وحدة عوامر واضحة جدا وقلت لكم هذه ليست خاصية الوحدة خاصية كل الحيثيات كل وجود ربطي هكذا نعم جيد هل هذه نعم خاصة فقط للوحدة قلت لكم كل المفاهيم الفلسفية يعني كل الحيثيات حتى الكثرة ولهذا في المثل قال وكذا المقابل المقابل يعني الكثرة وكذلك مقابل الوحدة يعني الكثرة فإن عشرية الأناسي يعني تقول عندك عشرة من الناس فإن عشرية الأناسي مساوية لعشرية الأفراس في ماذا؟ في مفهوم العشرية يعني في شركة والكثرة وإنما تتميزان بالمضاف إليه أعني الأناسي والأفراس وهما المضافان المشهوريا يعني الكثرة كثرة للكثرة بالذات والكثرة بالعرض لمعروضها من الناس والأفراس وقد يمكن أن يفهم من هذا الكلام يعني قراءة أخرى أن مجرد الوحدة يعني نفس عدم الإنقسام أمر مشترك بين كل ما يطلق عليه الواحد فليس واحدا حقيقيا أما الذات التي يصدق عليها أنها واحدة أعني المشهوري فإنها ممتازة عن غيرها نعم فهي حق باسم الواحد فيخصص المشهوري بالواحد الحقيقي وكذا البحث في الكثرة والأول أنسب لا هذه لا أتصور هذه فقط على مبنى أصالة الوجود أما على مبنى أصالة المهية لا المهيات يعني الموضوعات تتوحد ببركة الوحدة فيكون توحدها ماذا بالعرض يعني مشهوريا أما الوحدة بذاتها متوحدة أما على أصالة الوجود لا هناك المنطق يختلف تقول الوجود واحد لأن الحيثيات مندكة في الوجود حيثيات اندماجية حيثيات تقييدية اندماجية فالصدر لا تسألها هي الوجود يعني الوجود هو الواحد والواحد هو الوجود سبحان الله مبنى أصالة الوجود يغير كل المفاهيم وبالتالي يغير كل المفاهيم العقدية كذلك حتى في الدين المفاهيم تتغير بتمامها نعم ولهذا قال الأول أنسب قال الأول أنسب خليني نعيد العبارة وقد يمكن أن يفهم يعني قراءة أخرى من هذا الكلام يعني من مثل المحقق التوصي في قوله رحمه الله وقد تعرض لها شركة تعرض لها شركة تعرض لها أو تعرض عليها شركة فتخصص بالمشهوري يعني الموضوع يكون واحد بالمشهوري والوحدة تكون وحدة بالذات وكذا المقابل عن الكثرة يقول وقد يمكن أن يفهم من هذا الكلام أن مجرد الوحدة يعني نفس عدم الانقسام يعني أفهم الوحدة أمر مشترك بين كل ما يطلق عليه الوحدة نعم عشرة واحدة خمسة واحدة فليس واحدة حقيقيا أما الذات التي يصدق عليها أنها واحدة يعني المعروض يعني المشهوري فإنها ممتازة عن غيرها فهي حق باسم الواحد فيخصص المشهوري بالواحد الحقيقي وكذا البحث الكثرة والأول أنسب لا الأول أنسب الأول أدق والصحيح نعم قال وتضاف إلى موضوعها باعتبارين وإلى مقابلها يعني الكثرة بثالثين تقول الواحد يضاد يضاد لا لا نقول يضاد قال يقابل الكثرة كما قلنا مقابلة المكيل والمكيل نعم فلا تجتمع الكثرة من حيث من حيث هي كثرة بالوحدة من حيث هي وحدة نعم ولا تجتمع الوحدة من حيث هي وحدة بالكثرة من حيث هي كثرة بهذا اللحاظ هذه الحيثية فيكون له نسبة إلى الكثرة نسبة التقابل أما بالنسبة إلى الموضوع فالمحققص يقول له اعتباران نعم اعتبار الانضمامية الاعتبار الانضمامية والتعين الوجودي أقول أقرب ما يمكن أن يفسر بهذا الكلام أن الوحدة وحدة للواحد يعني الموضوع لها يعني يتعرضه الذي تقوم الوحدة به فلها إضافة بهذا الاعتبار يعني تتقوم بالموضوع الوحدة لا هوية لها قلنا الحيثيات ليست متنا ليس لا هوية أين تتعين هويتها في القص في قلب الموضوع في متن الموضوع هذا اعتبار الأول فلها إضافة بهذا الاعتبار وهي عرض قائم بالموضوع فلها إضافة الحلول إذن عندها اعتبار تعرض شيئا وكذلك هي قائمة بذلك الشيء إذن في الحيثيات لها اعتبار العروض أولا تعرض غيرها وتتقوم بغيرها يعني ليس لها متن مستقل وهاتان إضافتان عرضتا للوحدة بالنسبة إلى موضوعها تقول شجرة واحدة تفاحة واحدة أين أين الاعتبار تقول عارضة ما معنى عارضة يعني مخالفة في الفهم وفي المعنى للموضوع هذا هو معنى العروض ثم تنظم لأنها خالفت في المعنى انظمت وفي حيثيات الإنظمة يعني شيء جديد ننظم إلى الموضوع هذا الاعتبار الأول الاعتبار الثاني قوامها ليس قواما ذاتيا قوام بالموضوع نعم وتعرض لها إضافة ثالثة من أين بالنسبة إلى ما يقابلها يعني الكثرة وهي نسبة التقابل قلنا هذا التقابل وتقابل المكيل والمكيال تذكرون قلنا ليس من قبيل متناقضين وليس من قبيل الضدين ولا عدم الملكة والملكة ولا من قبيل التضايوف بل من قبيل المكيل والمكيال نعم المسألة الحادية عشر في البحث عن التقابل قد ويعرض له ما يستحيل عرضه لها من التقابل يعني بأن المقابل الوحدة يعني الكثرة ويعرض له ما يستحيل عرضه لها من التقابل يعني يعرض للوحدة مواصفات لا تعرض على الكثرة وإلا تداخلت الوحدة مع الكثرة صار المكيل هو المكيال والمكيال هو المكيل يأتي المعيار العقلي مبدأ التناقض يرفض يقول لا ويعرض له يعني للوحدة ما يستحيل عرضه لها من التقابل نعم من تقابل بيان ليعرض ويعرض له يعني الوحدة ما يستحيل عرضه لها من التقابل تقابل بيان لما ويعرض له ما مبان من التقابل ما يستحيل عرضه لها يعني للكثرة يعني به أن المقابل الوحد يعني الكثرة يعرض له أو لها هنا هذه ترجع إلى المقابل التي هو في الحقيقة كثرة ما يستحيل عروضه للوحدة وهو التقابل وكذلك الوحدة يعرضها أمور لا تعرض التقابل فإن التقابل لا يمكن أن يعرض للواحد وإنما يعرض للكثير من حيث هو كثير نعم ومفهوم التقابل هو عدم الاجتماع في شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة يعني وحدة الاعتبار وحدة الجهة نعم إذن ويعرض له ما يستحيل عروضه لها يعني للكثرة من التقابل نعم الوحدة بما هي وحدة المتوحدة تقابل من لكن إذا كانت ميكيانا للكثرة يأتي هنا التقابل المكيل والميكيان نعم ولهذا يقول يعني به أن المقابل للوحدة يعني الكثرة يعرض له يعني هذا المقابل وهو الكثرة ما يستحيل عروضه للوحدة وهو التقابل فأن التقابل لا يمكن أن يعرض للواحد وإنما يعرض للكثير من حيث هو كثير نعم أنت الآن إذا كنت في كثرة تقول من أين جاءت هذه الكثرة تقول جاءت من المكيل وهو الواحد إذا لم تفهم الكثرة إلا من خلال الواحد فتعرضها ماذا يعرض التقابل أما الوحدة بدون تحركة بدون المكيلية ما عندها مقابل نعم ما عندها مقابل هكذا أنا فهمت المسألة وحتى العلم الحلي فهمها هكذا نعم لكن لماذا قال يعرض للكثرة معنا الكلام عن الوحدة فرد يقول ويعرض له ما يستحيل عروضه لها من تقابل يعني ويعرض له يعني الكثرة ما يستحيل عروضه لها يعني للوحدة من التقابل يعني الكثرة فيها تقابل ووحدة ليس لها تقابل لكن الوحدة بمعيار المكيلية تكون مقابلة للكثرة قلناها الوحدة دائما تقابل الكثرة لكن الوحدة في صفائها لا مقابل لها لماذا لنميلاك المقابلة غير موجود لمجرد أن تتحرك تصير مكيلا تأتيها حيثي أخرى وهي المكيلية تقابل الكثرة تقابل المكيل والمكيل أما الكثرة لا تتعين إلا بالمكيلية لنهاية مكيل فلا تعقل إلا في مقابل شيء فياتي التقابل أنا هكذا فهمت المسألة أقول يعني به بهذا الكلام أن المقابل للوحدة يعني الكثرة يعرض له هذا المقابل ما يستحيل عروضه للوحدة وهو التقابل لكن بهذا الشرط أن الوحدة بدون مكيلية بالمكيلية لا تقابل الكثرة تقابل المكيل والمكيل فإن التقابل لا يمكن أن يعرض للواحد للواحد اكتب للواحد في صفائه بدون المكيلية يعني لم يحقق الكثرة وإنما يعرض للكثير من حيث هو كثير الكثير طبعا الكثير باعتباره لا يتعين إلا بوحدة متعددة إذن تقول الكثرة من أين جاءت؟ جاءت من وحدة متعددة انظر فيها تقابل يعني فيها نسبة التقابل أما الواحد إذا بقي في صفائه وبقى في دائرته لا يكيل كثرة نعم يعني لم يتعين حتى التحقق الاثنان والثلاث والرابع واحد لا معنى لمقابلته لشيء فلا تعرضه نسبة المقابلة نعم وإنما يعرض للكثير من حيث هو كثير ومفهوم التقابل هو عدم الاجتماع في شيء واحد أذو التقابل في زمان واحد من جاء واحدة يعني الكثرة بما هي كثرة لا تكون هي الواحد أبدا من حيث هي كثرة الكثرة من حيث هو كثرة إذا قلت هي واحدة فخربت الكثرة والوحدة كذلك من حيث يا وحدة في صفائها لا علاقة لها بالكثرة ومفهوم التقابل هو عدم الاجتماع في شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة زمان واحد لا يحتاج من جهة واحدة من مصادق الجهة الواحدة الزمان الواحد نعم نفهم المسألة هكذا إذن الله تعالى إذا طبقناها في العقائد واحد هل هذه الواحدة تحتاج إلى المخلوقات حتى يتصف الله تعالى بها لا الله واحد في عزه وجماله وجلاله والمخلوقات أصلا ما غير موجودة لكن الكثرة إذا تحققت يعني المخلوقات إذا تحققت لا تتحقق إلا بميلاك إلهي إلا بوحدة الخلق نعم فتقاس إلى الله تقول ما العلاقة بهذه الكثرة بالله الواحد نقول علاقة الخالقية والمخلوقية قال إذا ما للمتن المتنوع إلى أنواعه الأربعة يعني السلب والإجاب وهو راجع إلى القول والعقد والعدم الملكة وهو الأول مأخوذ باعتبار خصوص يماء وتقابل الضدين وهما وجوديان ويتعاكس وهو ما يقابل في التحقيق والمشهورية وتقابل التضايير في إشارة إلى أنواع التقابل تقابل عندنا تقابل تقابل ضد الناقضين وجود وعدم أينما يكون الوجود لا يكون العدم وأينما يكون العدم بالإدعاء لا يكون الوجود ومن هنا نفقه أو نعي بالمعيار العقلي السرمدي مبدأ التناقض نعم إذن الوجود يقابل العدم هل هذه المقابلة حقيقية أم مجزية ادعائية مجزية لأن العدم لا شيء نعم ما معنى المقابلة يعني الوجود هو عين التحقق إذا كان عين التحقق لا معنى أن يستقر العدم في ذاته لأن التحقق دافع للعدم هذا هو عدم اجتماع العدم والوجود المتنوع إلى أنواع الأربع عن السلب والإيجابة وهو راجعنا للقول والعقد نعم القول والعقد يعني القضايا القول والعقد والقضية القضية مرة تقول القول يصح السكت عليه يعني تنعقد الجملة والقضية فتحكي جملة خبرية تامة والعقد لأن فيه رابط بين الموضوع المحمول عقد عقدنا علاقة بين الموضوع المحمول استلاحات فقط إذن التقابل بأقسامه الأربعة يعني القسم الأول هو التقابل النقضين وتقابل الضدين وتقابل الملكة وعدم الملكة وتقابل وتقابل التضايف لا يكون إلا في القضايا لا يكون في الوحدة أحد كيف كم ذكي المحقق التوصي بيّن لك أن الوحدة لا يعرض التقابل في وحدتها في صفائها في نعزالها إذن قد تسأل هذا السؤال كيف خرجت أنواع التقابل تقابل النقضين تقابل تقابل الملكة وعدم الملكة وتقابل الإضافة يقول في الكثرة في الكثرة عندك موضوع ومحمول كثرة موضوع ومحمول كثرة نعم أقول ذكر الحكماء أن أصناف التقابل أربعة وذلك لأن المتقابلين إما المتقابلين يعني كثرة وواحد في مقابل واحد إما أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا أو يكون وجوديا هذا يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا اكتب تحتها تقابل تناقض أو يكون وجوديا اكتب تحتها تقابل تضاد ولا يمكن أن يكون عدميين لعدم التقابل بين الأمور العدمية نعم عدم وعدم لا معنى له هذا اعتبار في اعتبار إذا السلب المطلق إنما يقابله الإجاب إما مطلق أو خاص نعم يعني تقول الوجود في مقابل عدم مطلق أم وجود زيد في مقابل عدم زيد ولا يقابله سلب المطلق لأنه نفسه العدم لا يقابل عدم ولا سلب خاص يقابل سلب خاص لأنه جزء تحته والسلب الخاص إنما يقابله إجاب خاص عدم زيد لا يقابله عدم عمر عدم زيت يقابل وجود زيت لا سلب مطلق لا سلب مطلق لأنه جزء له كذلك لأن عدم زيت لا يقابل العدم لأن عدم زيت من مصادق السلب المطلق يعني عدم زيت جوز السلب المطلق ولا سلب خاص لأن مقابليهما إن لم يتقابل فظاهر إنهم لا يتقابل نعم الأعدام اعتبارية وليست كثرة حقيقية حتى يعرضها التقابل وكذلك إن تقابل لصدقهما معا على غير المتقابلين وهذا كله ظاهر نعم بديه جدا فإذا ثابت هذا فنقول إذن انزع الأعدام لتمايز فيها مطلقا تأتي إلى الوجود حين الوجود تأتي هذه الخاصية التقابل إذا ثابت هذا فنقول المتقابلان إما أن يؤخذ باعتبار القول والعقد يعني القضايا أو بحسب الحقائق نفسها إما أن تكون في دائرة العقائد أو في دائرة وجود الخارجي إما بنية دينية أو إما بنية حقيقية خارجية والأول هو تقابل السلب والإيجاب يعني تقابل ناقضين كقولنا زيد كاتب زيد ليس بكاتب يعني زيد له موجودية الكتابة يعني الكتابة حقيقة في زيد ومن هنا زيد مسلوب عنه حقيقة الكتابة إذن الحقيقة في مقابل عدم الحقيقة وهذا والتناقض نعم ولهذا تقول القضيتان متناقضتان في دائرة الحكاية يعني الواقع الخارجي لا يمكن أن يكون زيد متلبسا بالكتابة وليس متلبسا بالكتابة يعني الكتابة تحقيقة منعجنة بعدم الكتابة في مثل واحد هذا اجتماع الناقضين والثاني إما أن يكون أحدهم عدميا أو يكون وجوديين أحدهم عدميا هذه الملكة وعدم الملكة أو يكون وجودين هذا التضاد والأول هو تقابل عدم الملكة وهو يقارب تقابل سلب الإيجاب يعني يشبه سلب الإيجاب لكن ليس من باب سلب الإيجاب لماذا؟ لأن الملكة وعدم الملكة فقط في المادية هذا التقابل ليس موجود في العالم العلوي الملائكة والله تعالى فقط في المادية لماذا؟ لأن المد من شأنه الكمال وليس لهذا الكمال فاقدوا لهذا الكمال لظرف خاص فتقول زيد أعمى في مقابل زيد بصير هنا ملكة وعدم الملكة يعني ذلك الكمال الذي من شأن الموضوع أن يتصف به مفقد فاقد للملكة إذن متى يفقد الكمال في الأمور المادية في الأمور التي تعيش في هذه النشأة عندها بعد مد أما الملائكة لا يمكن أن يتصور فيها حفر عدمية أبدا ولا الله تعالى ولهذا التناقض التناقض أوسع الدائرة من عدم ملكة والملكة مثلا تقول الله موجود الله ليس بموجود تناقض جبرائيل موجود وليس بموجود تناقض أما الملكة وعدم الملكة لا تجري في الله وجبرائيل تجري فقط في الواقعية التي لها مادة هناك يتصور فقدان الكمال لكن الفرق بينهم يعني بين التناقض بين التناقض بين التناقض وعدم الملكة والملكة أن السلبة والإيجاب في الأول معخوذ باعتبار مطلق والثاني معخوذ باعتبار شيء واحد هذا الشيء واحد اكتب في دائرة ماذا المبديات حين تفقد كمال الماء من شأنها ذلك الكمال هذا القيم من شأنها ذلك الكمال تقول الجدار أعمى خطأ لماذا؟ لأن الجدار ليس من شأنه الإبصار لكن تقول زيد أعمى نعم صحيح فاقد لكمال لحادث ما أولد أعمى لخلل في المادة المادة النطفية مثلا وهي تتكامل صار فيها اختلال فقد كمال البصر إذن خاص جدا في المدية أما التناقض عام نعم والإيجاب في الأول معخوذ باعتبار مطلق والثاني معخوذ باعتبار شيء واحد وهو المدية التي من شأنها ذلك الكمال وأعلم أن الملكة هو وجود الشيء في نفسه والملكة والعدم هو انتفاة تلك الملكة عن شيء من شأنه أن يكون له ذلك الكمال أو تلك الملكة كالعمى والبصار بيّنتها لكم بالتفصيل إذن التقابل الملكة وعدم الملكة فقط في هذه النشأة في نشأة الماديات لأن المادة إذا كانت مختلة إنسان يفقد الصحة فالمرض والصحة من باب الملكة وعدم الملكة الجهل لا يدرس من شأنه الدراسة ولا يدرس يبقى جاهلا بالجهل البسيط طبعا الجهل البسيط الجهل المركب له الجهل البسيط في مقابل العلم تقابل ملكة وعدم الملكة أما الجهل المركب لا الجهل المركب له كمال لا يحكي الواقع الجهل المركب في مقابل العلم تضاد الجهل البسيط في مقابل العلم ملكة وعدم الملكة نعم الباقي إن شاء الله يأتي وإن كان وجوديين يدخل فيه تقابل التضاد يأتي إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد